اجتمع سعادة الدكتور عبلطي بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة مملكة البحرين بمدينة نيويورك يومامس مع سعادة السيدة بربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تتسم به من متانة وقوة في ظل الحرص المتبادل من البلدين على تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات بما يلبي التطلعات والأهداف المنشودة وعرب الجانبان عن الاعتزاز بمرور عام على توقيع اتفاقية تكامل الأمني والازدهار الشامل بين البلدين التي مثلت نقلة نوعية في مسار علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وفتحت آفاقا أوسع لتعزيز مجالات التعاون وتوطيد التحالف الوثيق بين البلدين الصديقين كما تم استعراض عدد من القضايا والتحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود العربية والدولية